بات منظر الشاحنات العراقية وهي جاثمة يأكلها التراب في ساحات الأردن من الأمور الاعتيادية بعد أن كانت لا تهدأ بحمولاتها ذهابا وإيابا إلى العراق قبل إغلاق مركز طريبيل الحدودي جراء تهديدات عصابات الظلام سيتم إجراء تجربة أولية رتل يتحرك من بغداد إلى طريبيل ويكون محمي بدرجة كبيرة جدا كتجربة للمراحل القادمة لفتح المعبر فتح المعبر بشكل رسمي ما أعلن لحد الآن ويعلن من قبل دولة رئيس الوزراء هناك إرادة عالية من الطرفين لإعادة فتح المعبر في أقرب فرصة وهناك متابعة حثيثة من معالي من عفوا دولة رئيس الوزراء شخصيا باجتماعات في بغداد للتأكيد على ضرورة زيارات ميدانية لجميع القطاعات والمسؤولين في كل في مجالها وخبرتها لتأمين إعادة فتح المعبر استبشر الناس خيرا بعد تحرير المدن العراقية من عصابات داعش والتصريحات الأخيرة للمسؤولين العراقيين حول قرب افتتاح هذا المنفذ الذي يعتبر رئة العراق الغربية ومتنفسا اقتصاديا للكثير من العراقيين في وضع حاليا أنه منلف بضاعتنا عن طريق الكويت وبتدخل عدة دول وبتنزل البضائع ونحن نشتغل بالبضائع الفرش لما تطلع عن طريق السعودية وتروح على الكويت وتفوت على العراق تكلفة اهمال بالبضاعة التلف عالي تكلفة على المواطن العراقي ضيعان أموال للتاجر الأردني نحن بالنسبة لفتح الحدود العراقية نستنينها بفرحة عالية يذكر أن منفذ طريبيل يعتبر من أهم المنافذ الحدودية للعراق مع العالم الخارجي برا وأن الثقل التجاري كان يمر عبرة وقد تم افتتاحه تجريبيا لمعرفة كل الاحتياجات الأساسية قبل افتتاحه رسميا آمال كبيرة يضعها مواطنو البلدين في فتح المنفذ الحدودي وتسهيلات وإجراءات حكومية وقعت لتنظيم حركة الركاب والبضائع بين البلدين والعيون كلها تربو صوب طريبيل تنتظر الموعد النهائي للإفتتاح من منطقة سحاب غسان عدنان قناة الرشيد الفضائية